تحية طيب أصدقائي وحلقة زيدة من أوهام الدين في هذه الحلقة سأقدم مادة أعتبرها فتحاً أو فيها رؤية جديدة لتاريخنا العربي والإسلامي وأيضاً شعوب هذه المنطقة الموضوع الرحل لناولا هو يتعلق بتساؤل دائماً مشهور فيما بينها يقول بأن هناك التواطئ بين الحكام العرب ورجال الدين وأنهم متحالفون مع رجال الدين فيما يسمح لهم للطرفين بالتحكم بأمور الناس أو العامة بالتعبير الديني أنا أعتقد أن الأمور ليس هكذا إنما يجب أن نراه بطريقة مختلفة هذه النظرة التي ستحدث عنها ستفيدنا بأن نغير طريقتنا في رؤية الأحداث عبر التاريخ نحن نعرف أن جميع البحث تقريباً شرقاً وغرباً تناولت تاريخنا الديني والسياسي على أنه صراعات سياسية وممالك خلفتها ممالك وإمبراطوريات وصلاطين أي أنه مجرد صراعات بين أباطرة وملوك وقوى مسلحة تقتل بعضها بعضاً لكن الأمور ليس هكذا الحقيقة في تاريخنا العربي الإسلامي نلاحظ أو طريقتي في الرؤية الآن والتي أدعو إليها وأن هناك ثلاث طبقات متصارعة دائماً عبر تاريخنا وعلى الأقل على مدى ثلاثة آلاف عام الماضي هذه الثلاث طبقات هي طبقات طبقة الحكام وطبقة فجال الدين أو الكهنة والطبقة الثالثة هي طبقة العامة وسأوضح بأن المشكلة في تاريخنا الشرقي لم تكن تتعلق بالفصل بين الدين والدولة إنما على العكس بعدم الفصل بينهما وأن هذه الظاهرة المتوارثة هي الأس الأكبر لمشاكل المنطقة وعدم استقرارها نهائياً كما قلت منذ ثلاثة آلاف عام وحتى يومنا هذا وسأوضح بأن هذا التخسيم الطبقي الثلاثي هو مفيد جداً فهو يفتح لنا باباً لدراسات وأبحاث مختلفة جذرياً عن كل ما سبق ويجعل من التيار الديني تياراً له قصوصيته واستقلاله وانفصاله الواضح عن جميع الامبراطوريات في تاريخنا وأيضاً سيضع حلول جديدة مختلفة تماماً لماذا؟ لأنه سيكشف طبيعة أطراف الصراعات الشرقية أو منطقة الشرق الأوسط عموماً ويكشف أيضاً حدود كل طبقة من هذه الطبقات الثلاثة وصراعاتها مع الطبقتين الأخرين وأيضاً سيكشف هذا التحليل الذي سيوضحه بعد قليل ما جاءت به أديانات توحيدية وبماذا يختلف عن ما سبقها من الأديان والحركات الفكرية أو الثقافية أو السياسية هذا الاختلاف طبعاً هو ليس سيوضح بأن هذا الاختلاف لا يقتصر فقط على مسألة التوحيد الإله أو التوحيد الإلهي ونبذ الوثني أيضاً سيوضح هذا لاحقاً يكشف أيضاً هذا التصنيف كيف أن الصراعات لم تعد بين الإمبراطوريات فقط بل داخل الإمبراطوريات ولأسباب ليست اقتصادية ولا سياسية فقط بل لأسباب دينية وهذا منذ وقت مبكر منذ أيام الإسكندر المقدون وحتى هذه اللحظة يكشف أيضاً هذا التحليل وهذه الرؤية سر قوة الواء الديني التوحيدي أو المحرك الذهني لفكرة التوحيد وقدرة هذه الفكرة على توليد أحزاب وجماعات متماسكة قادرة على إخافة القوة الحاكمة وبما يضطرها للمهادنة معها وتسليم أمر الناس لها أي بجعلهم ناطقين باسم العام معني رجال الدين أو طبقة رجال الدين سأوضع بأن ميزة هذا التناول أنه لا يفصل بين الحدث الإسلامي وما قبله لا من حيث الجانب السياسي ولا الجانب التاريخي ولا الجانب الديني وأرى في هذا التناول بأننا أخطأنا كثيراً في الفصل بين الإسلام وما قبله وخضأنا لقرون لخدعة أملاها علينا الفقهاء وكتاب الحديث والسيرة أنا هنا طبعاً لا أجري عملية مقارنة أديان وهذا مسألة مهمة جداً بين الإسلام وما سبقه أو ما عاصره كلاً أنا أعتبر في هذه الرؤية أن الإسلام كان وليداً كاملاً لأديان أو حوض الأديان الموجود في ذلك الزمان والفرق كبير بين الأمرين طبعاً هذا يقودنا إلى فهم الإسلام كحل وسط لصراع هائل دمر المنطقة زمن ظهوره وهذا الصراع انتهى باستسلام رجال الدولة أو الحكم في ذلك الزمان لحلف رجال الدين نهائياً تحت علوان الخضوء لدينهم يعني وهو الإسلام أي معنى الإسلام من التسليم أو استسلام الدهري أو الدهري اللي هو العلماني في ذلك الزمان استسلام الدهري الروماني الذي يمثله الرومان والفرس إلى ما هو ديني الذي يمثله العرب واليهود ومعنى آخر أن الإسلام هو حل وسط لهذا الصراع الكبير بين الغرب والشرق في تلك المنطقة في ذلك الزمان أو بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية هذا الصراع كان النتيجته هو الإسلام وحضوره وهذا انتهى بعد ذلك باستسلام رجال الدولة لحلف رجال الدين نهايين وهذه العملية طولت على فترة ولكن انتهى الصراع تحت راية جديدة سميت بالإسلام يعني الإسلام هو تسوية حصلت بين الشرق والغرب بطريقة ما سأو الله لاحقا لكن هذا الصراع أيضا الداخلي صار صراع خارجي هذا كما قلنا انتهى بقي مع الصراع مع البيزنطيين لكن مع الفرس انتهى بهذا المضوء تماما تحت راية الإسلام هذا أدى لصراعات داخلية لكن الصراع الخارجي بقي مستمرا مع الدولة البيزنطية وورثتها حتى يومنا هذا معني ان الإسلام أو بهذا المعنى هو اسم للتسوية التي حصلت بين الفريقين الشرقي والغربي والمناصرين لكل منهما هذا الصراع الداخلي أنا نسميه الصراع الخارجي التضع بسقوط الدولة الساسانية وأيضا سقوط الدولة البيزنطية في منطقة المشرق يعني وانسحابها من منطقة الشام خاصة وأيضا مصر طبعا هذا انتهى وأصبعت هناك خلافة وهذه الخلافة يقودها شخص من قريش هذا الصلح الخارجي أو التسوية الخارجية التي لم تتضه بعد بتحت لافتة أو اسم الإسلام لأن كلمة الإسلام أو مفهوم الإسلام أو عبارة الإسلام لم تذكر كإشارة إلى الدين حتى منتصف زمن الدولة الأموية وهذا مسألة معروفة لم نجد تسمية الدين باسم الإسلام إلا في وقت تعني ممكن نقول زمن بناء قبة الصغر الصغر وأعتقد هو راعت من بال أي سنة عدد خستة وتسعين هجرية أو أو ثمانية ما ذكر ثنين وتسعين ما ذكر بالضبط بس هو التسعينات يعني بعد ثمانية سنة من وفاة الرسول الكريم أيضا الصراع الداخلي استمر هذا الصراع الداخلي بين الأقطاب المختلفة بين الخلفاء أو ورثة الخلفاء اللي هو الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب هذا الصراع الداخلي تم التسويته بما سميه بصلح الحسن أي يعني بعد يقال أنه الحسن بعد طعن أبيه بستة أشهر تقريبا أو شهرين أو أربعة أجرى صلحا مع معاوية وانتهى الموضوع وأصبحت هناك خلافة إسلامية واحدة وهاي تسمية الخلافة أيضا تسمية فيها إشكالات كثيرة متى حدثت وكيف حدثت فيها إشكالات كثيرة كانت نتيجة نتيجة التسوية الداخلية لشعوب المنطقة هي ما نسميها الدولة الأموية وعندما ننظر الدولة الأموية وفق المنظور الجديد اللي أطرحه سنرى بأنها أول دولة غير دينية لكنها خاضعة حكما في الوقت نفسها لا فعلا للديني وهذا الخضوع طبعا استمر حتى زمن المتوكل يعني اكتمل بعد قرنين من من ذلك مع المتوكل وستمر هذا يعني الخضوع للديني أو للوعي الديني أو للرؤية الدينية للعالم والكون والنفس استمر حتى هذه اللحظة وما زال هذا الصراع مع نمط رؤية العالم والنفس والكون وكل شيء بشكل مختلف وخاصة الشكل الدهري العلماني أي استمرت رؤية الشرقي أو الفضاء الشرقي منذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا وفقا لما اسميه يعني عدم جواز نزع السحر عن العالم بتعبير فيبر فيبر قال بأنه الحداثة ما أتت به ونزعت أو رفعت السحر عن العالم لكن احنا ما زلنا نعيش في فضاء السحر أو فضاء الغيب الديني وهذا هو سر الصراع بين الشرق والغرب عادة ممكن وضع تحت هذا اللافتة أنه صراع بين الديني والدهري وهذا الصراع تجدد بقوة بعد غزو الدول الكبرى عموان وكانت نابليون من أوائل الذين غزوا المنطقة هذا كله توضح منذ تلك اللحظة وما زلنا الآن نجدد الصراع بين الطرفين الدهري والديني وهذا الصراع طبعا هو ليس إلا تواصلا للصراع بين القانون الروماني القانون جستنيان وقبل أيضا بالقرن الخامس والسادس الميلادي وقبل أيضا بالقرن الثالث قبل الميلاد والصراع مع الشريعة اليهودية هذا الصراع الذي نحن عليه الآن هو صراع بين القانون الدولي إذا صح التسمية والشريعة الإسلامية التي يمثلها رجال الدين والتي يتبعها المسلمون أموما فيما عدا الدول التي تحكم هذه البلدان الدول العربية والإسلامية هذا الصراع بين القانون الروماني والشريعة اليهودية وورثتها الإسلامية ما زال مستمرا أيه الصراع ما زال تحت لافتة السحري واللاسحري أو تحت لافتة الدهري والديني أو صراع بين الساحر والعالم معنى العالم يعني ساينس وليس المشتق من ساينس وليس من العلم الديني اللدني بالتعبير الديني أعود إلى جوهر السؤال الأساسي وهو أن ما يقال بين الحكام العرب متحالفون مع رجال الدين والدين ورجال الدين وهذا الأمر يستدعي التفكير معي إسلاميا مثلا خل نسأل لماذا يتحالف الحاكم مع رجال الدين وهذا السؤال المهم يعني ليش يتحالف معه أصلا حتى نعرف الجواب مبدئين راح حاول نستكشف تاريخ العلاقة بين الحكام السياسيين مع رجال الدين تاريخ هذه العلاقة أو كيف جرت هذه العلاقة راح تبين أنه قدما نعود إلى زمن الرسول والصحابة لا يمكن أن نقول أنه كان هناك رجال دولة أو رجال سياسة بمعنى الدقيق للكلمة فعلى الأقل لم تكن هناك دولة لك يكون هناك رجال دولة كان الخلفاء خلفاء فقط يعني هم يأمرون وينهون فعلا لكن ليس في إطار دولة إنما قادت جماعة يعني أو أمرها مشورة بالتعبير القرآني يعني هو أمرها مشورة أشبه بدار الندوة في قريش وهذا دار الندوة هي مجرد استماع رؤوس البلد أو أولي الأمر بالتعبير الديني أولي الأمر هذا يجتمعون و يتشاورون بالأمر فهي ليست ديمقراطية إنما يعني قبيلة من عشرة قبال أو عشرة بطون هؤلاء يجتمعون فيما بينهم وجزء من ثورة الرسول عليهم هو أنه لم يرشح كأحد أعضاء دار الندوة مثلما رشح أمر بن خطاب رغم أن أمر بن خطاب كان أقل منه عمرا وكذلك الحكم ابن هشام اللي يسمي بأبو جهل رشح فكانت هناك نوع من الإحساس بالظلم وإحساس بالتنحية الرسول من هذا الموضوع وهو أعتقد واحدة من الأسواب الرئيسية لثورته الدينية ضد حسب الرواية الإسلامية وأعتقد السبب الأكبر أنه هناك مشكلة لها علاقة بالنسب وعلى علاقة يعني هل هو زعيم البطن بني هاشم يعني لا يمكن أن تكون واحد من البطن يعني إلا تكون زعيم يعني هذه مسألة بها إشكالات كثيرة على عموما الخلفاء كانوا ليسوا رجال دولة بالمعنى الدقيق للكلمة إنما هم قادت جماعات أو هم قادت قبائم أشبب قبيلة أو قبيلة دينية تجتمع وفقا لمبدأ الشورى هؤلاء يصدرون القرارات كانوا وفقا لرأي الصحابة أو استذكارا لأقوال الرسول يعني لم يكن هناك نصا مكتوبا ما هي التشريعات ما هي القوانين أو لم يعرفوا فكرة القانون أصلا لم يكن هناك كان أعراف أعراف وأحكام طابت هذا رجم نؤدي يعني أو نقطع الأيدي فمعظم الأحكام هي أحكام لها علاقة بالعرف العشائري أو عرف المنطقة ولم يكن هناك نظام قانوني أو فقه قانوني يسير كل الأمور أيضا القرآن نفسه لم يكن مرجع أساسي لإصدار الأحكام وكما يفعل الآن كثيرون أو بعد ذلك بقرنين القرآن لم يكن هذا الذي نعرفه الآن لم يكن موجودا بهذا الطريق القرآن لم يكن كتابا كان مجموعة أوراق مجموعة صحف يقرؤونها ولا يوجد هناك من لديه قرآن كامل في بيته أو يقرأ القرآن فكرة القرآن ككتاب موجود في البيت مثلنا الآن هذا فكرة حديثة وعمرها ما يجاوز سبعين ثمانين سنة أما بالحقيقة القرآن لا ما موجود بهذه الطريقة موجود يعني واحد يقرأ سورة أو يحتفظ برقة خاصة بها بس قرآن ككتاب هذا فكرة جديدة وحديثة جدا يعني معاصرة تقريبا نقدر نقول أو بالقرن يعني لا يتجاوز عمره سبعين أو ثمانون عاما الرسول أيضا عندما ننظر بهذا الطريقة نفهم بأن الرسول كان وجوده أشبه بوجود معارضة سياسية يعني عندما نطلع على القرآن والنصوص الدينية والكتب السيرة أو النصوص التعليق بالإسلام مبكر نلاحظ أن الرسول وأيضا الخلفاء كانوا أشبه بمعارضة سياسية للنظام الامبراطوريات الموجودة وهي الفارس وبيزنطة أيضا استمر خلفائهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي استمروا يمارسون دورة رجل الدين وليس رجل الحكم ورجل الدولة لأن الدولة لم تكن موجودة ولم يكن هناك نظام للحكم دقيق بمعنى الذي كانت تجربه شؤونها الدولة البيزنطية والفارسية معاوية فقط استلموا هذا الأمر هذا معنى أن الدين كان مختلطا لم يكن هناك ما يسمى دولة إنما كان هناك ما هو دين أو رجال دين يحكمون الجميع هذا الحال استمر حتى سنة 41 هناك في تلك اللحظة بصلح الحسن جرى الفصل بين الديني والسلطوي السلطوي معنى الحكومة أو الدولة حكومة جزء من دولة فهذا استمر إلى هذه اللحظة وهذا الاستمرار كان بعد سنة 41 كان مفروض على الدين أن يجد له متنفسا بعد الرسول الكريم وأربع خلفاء كان على الدين أن يستمر كيف يستمر كان هذا الاستمرار هو بفضل الفقهاء ورجال كلام والعارفين من بين الناس هؤلاء استمرت سلطتهم واستمدت من الرأي العام يعني حتى دفن حجر ابن عدي على يد معاوية كان نوع من الصراع بين رجال الدين ومعاوية وأيضا الحسن البصر بعد ذلك وهؤلاء كانوا يشكلون الاستمرار لحكم رجال الدين الذين هم الرسول وخلفائه الأربع هذا الاستمرار هو الذي تواصل حتى يومنا هذا وكان هو بدرة الصراع أو هم قادة الصراع بين السلطات الحاكمة وطبقة الرجال الدين الدولة بعد ذلك كما قلنا بدأت يعني ملامح الدولة الحقيقية الدولة الحاكمة السياسية التي تفر سلطتها على جميع وتشكل مؤسساتها الواضحة بدأت مع معاوية منذ أن تولى وليس منذ أن أصبح خليفة بمعنى خليفة وقال أنا خليفة الله ولم يقول عندما تراجعون خطب معاوية يقول أنا ممثل الله على الأرض أو شيء من هذا القبيل لم يتحدث بكون خليفة لرسول الله وهذه مسألة مهمة هناك كتاب يتحدث عنها خاصة لباتريشيا يتحدث عن عن مفهوم الخلافة رحم بالي اسمه الآن أنا قرأت نصف الكتاب تقريبا ما قرأت لكن كتاب مهم جدا وعميق جدا وفيه مصادر كثيرة ومكتوب بلغة رفيعة المستوى فمتأب بالقراءة وليس كتابا سهلا كذلك كتاب هاجريون أيضا ليس بالكتاب السهل مليه بالمصادر والمراجع والأسلوب الأكاديمي والفكري العالي الدولة بدأت مع معاوية منذ ولايتها وهذا لشكل الصراع بين الخلفاء ودولة الأممين ولا الخلفاء الراشدين يعني رجال الدين الذين خلفوا أو أصبحوا خلفاء للتجربة الدينية التي بدأها محمد هذا هاي الدولة التي شكلها معاوية أؤلنا عنها يوم التحكيم بين أبو موسى الأشعري وعمر بن عاص وأما أنا فلا أخلع الصعفي قال لو خدعه لكنها عموما هي توضحت في تلك اللحظة كان بدور الانفصال بين الديني والدهري وأدى بعد ذلك إلى تستمر الأمور والتحدي حرب سلطين ويؤدي بعد ذلك إلى صلح الحسن وهذا اللي تأكد تماما يعني الآن الفصل بين الديني والدهري حدث في صلح الحسن وانحسن الموضوع منذ تكل لحظة حتى يومنا هذا عندما نتعمل في هذا الصلح يجب أن نفرق بينهم لم يكن في الحقيقة بين قادة دولتين أو قادة قادة يتسارعون على قيادة الدولة لا كان الصلح بين شخص يمثل الديني والآخر يمثل الدهري بغض النظر عن رأينا بهم لأنه ليست مسألة التقييمات أنا ليس موضوع الآن نقيم ما هو الحسن والدين هو جيد أو المهم الآن هدفنا بس نفهم ما حدث ونؤيد وصفه وتأطيره بالطريقة الصحية اللي حدث هو صراء بين رجال دين ورجال دولة أي بنى بالتعبير الإسلامي بين بني أمية وبني هاشم اللي هو استمر من أيام فريش وهذا عبر عنه كتاب السيرة بطريقة واضحة جدا وأنا أشك في دقتها لأنه يبدو قصة الصراع بين بني أمية وبني هاشم هو نوع من إعادة خلق سردية لتبرير ما حدث فهما مثل ما الآن نحاول أن نعيد تأطير الأمور ونخلق مخططات ذهنية لفهم ما جرى هم أيضا كانوا يطمحون إلى هذا الشيء ففكرة وجود صراع من أيام قصي بين بني أمية وبني هاشم هي نوع وهذا لا يعني أنها دقيقة تاريخيا أو حدثت فعلا فبالتالي دائما يصير وحي يسوي سكيتشات أو مخططات لكن يأرضها بطريقة سردية وحكائية ممكن تساعدنا على فهم ما يجري لكن مشكلة الناس الذين يأتونها لاحقا يصدقون هذا السردية ويعتقدون بأنها هي هي مسألة تاريخية ويبدأ الصراع الآن هل هي حدثت فعلا أم لا مثل سردية مثلا قصة آدم وحواء مثلا على سبيل مثلا هي قصة لتوضيح ما حدث لتقديم فكرة أو تصور أو تقديم نظرية لكيفية وجود الإنسان ووجود النساء فهي ليس بالضرورة حدثت فعلا يعني أيضا تقدر تشبهها بسيغمون فرويد عندما تحدث عن جريمة قتل الأب أو كيف بدأت الديانات فهو عندما يمثل بأن الأب أبناء قتلوا بعد ذلك أحاولوا استغفار فهي ليست قصة حقيقة لكن مجرد يطرح سردية توضح الفكرة الأساسية والهدف ليس بالضرورة أن تكون حدثت فعلا إنما يوضح الأمور بهذا الطريق نقدم مودل أو نموذج للفكرة التي يطرحها والصراعات التي حدثت بالتالي الصلح كان بين الحسن والمعاوية حسب السردية الإسلامية الصلح أدى إلى الفصل الشبه النهائي بين الطبقتين طبقة الدين الطبقة الدينية والطبقة السياسية ما كان أكو سياسة يعني معنى السياسة الآن والطبقة الحكام قلت هذا الصراع استمر بين رجال الدين ورجال الدولة وكما نظر لطبيعة كل دين وكل دولة استمر هذا الصراع وانشطر إلى قسمين رئيسين دينيا الأول الشيعي ما زال يدمج بين التوجهين يعني بين يعتبر مثل ولي الفقه الآن والشيع الذي اعترف بوجود جانب سياسي وأن هنا هذا الجانب السياسي سيتم القضاء عليه بعد عند ظهور المهدي لكن هو في الحقيقة يقول بأن الفصل بين الديني والدهري أمر لا يمكن ويمثل الولي الفقه حاليا ومثلته أيضا الدولة الفاطمية والدارس وبعض الممالك الشيعية الأخرى وأما التيار القسم الثاني فكان يفصل بينهما فصل بين الدين والدهري بشكل واضح لكن مع هذا استمر الصراع ويتخذ شكل نهاي لحد هذا اليوم لماذا لأن محاولة الخلط بين الاثنين ما كان أمر ممكن دائما عبر التاريخ تجد أنه الخلط بين الديني التشريعي الشرعي بين من يصنع الوعي وبين من يدير شؤون الناس هناك مسافة شاسعة بينهما ويجب أن يتخصص كل طرف بما لديه فقلت أنه لم يكن هناك إمكانية للخلط بين الاثنين كانت الدولة بالتالي مضطرة لإحتواء الديني طوال تاريخنا الإسلامي لماذا؟ لأنه في هذا الديني هو الذي يمثل شرعيتها ولم يكن منه ممكن أن يخضع الديني للدولة أو لسلطات الحكم ولم تكون الدولة بمعنى الحديث موجودة بيننا لأننا كشعوب ما زلنا عاجزين عن استيعاب مفهوم الدولة أو حتى إنتاجه وأندي حلقة عن المفاهيم أعتقد تراجعوها مهمة جدا حول المفاهيم وكيف أنها تشكل آبار معرفية للتجارة والبشرية المفهوم معنى بإشكالات كثيرة هناك فرق بين التفاصيل كثيرة لكن عموما شعوبنا غير قادر على فهم مفهوم القانون ومفهوم الدولة وما يتعلق كل المؤسسات التي تنتج عنها وهذا كلها هو سبب رئيسي لأننا كشعوب ذهنيا منساقون مع الطبقة الدينية التي تسيطر علينا وتصنع وعينا بالكامل وهي التي تربط بيننا وبين الطبقات الحاكمة فالحاكم دائما هو لا يسمع له بأن يشكل دولة تستطيع السيطرة على كل شيء وتصنع الوعي إنما دائما الرجال الدين هم الذين يصنعون ويكونون هم الأوصية على الطبقة الثالثة وهي طبقة العامة وضمن الطبقة العامة طبعا كل الفئات الأخرى يعني الحرفيين الفلاحين كل الفئات الأخرى حتى المثقفين ضمنهم المثقفين يمينون إلى الجانب يعني يتحالفون مع الحكام عادة لأن الحاكم السياسي يحتاج المثقف لإدارة شؤون الناس فهذا المسألة ضرورية جدا لكنه لاحظ يحتاج القاضي مثلا أن يكون رجل دين ويحتاج المشرع لكن هناك دائما يبقى الصراء بين الذين يتحالفون مع الدولة أو مع السلطة الدولة بالمعنى القديم دولة يعني دولة بني أمية أو دولة بني عباس أو دولة بني سعودي بني سعود فهذه لكلها دولة معنى دولة العائلة دولة بني عثمان دولة الصفوين فهذه عائلة تدور الدولة وليس بمعنى دولة الستيت يعني معنى الدولة الحديثة فعندما أقول دولة أقول دولة بمعنى دولة عائلة دولة بني أمي هذا التي تدول يعني الملك يدول دولة الملك وليس دولة القانون والدستور وعليه أقول أن الخلط لم يكن بينهما بين الثلاثين لم يكن ممكنا وأن الحكام كانوا مضطرين للاحتواء الديني لأنه يمتلكون من خلال شرعيتهم أمام الجمهور أو العامة أما الدين فكان عليه أن يختار بين المعارضة أو التحالف مع رجال الدولة الطرف الثالث أو الطرف الأول والطرف الثاني رجال الدين أما الانضواء طبقة الأولى اللي هي طبقة الحكام فكان مستهجنا دائما وحتى الآن يعني دائما يتحددون هذا رجل السلطة أو هذا يمثل السلطة دائما ينظرون إلى رجل الدين المتحالف مع السلطة نظرة دونية ونظرة فيها تشكيك وفي اتهام بأنه متواطئ ويعمل لصالح السلطة والحكام والطغات والظلمة والفجر وما إلى ذلك وعلى حساب العامة هذه النظرة ما زالت موجودة وموجودة ليست باعتبارها نظرة باعتبارها مسألة تكوينية في وعي الجمهور وعي جماهيرنا يعني شعوب الشرق الأوسط هذه النظرة هي أساسية تكوينية في صلب تفكير الإنسان العادي في مجتمعات وهذا هو اللي سبب فشل رجال الدولة مهما كانت نوعيتهم في إنشاء دول حقيقية وهذا السبب واحدة من الأسباب الرئيسية الكبرى بالتالي هؤلاء كانوا دائما رجال الدين أو طبقة رجال الدين طبقة ثانية دائما هم معارضين لجميع الدول التي ظهرت لاحقا حتى يومنا هذا وتلاحظون لحد الآن دول مرتبكة من إيران إفغانستان إلى العراق إلى السورية إلى لبنان إلى حتى في إسرائيل نفسها داخلها أيضا غزة الأردن أيضا على شفا هذه الدول مصر دائما دول يعني وضحها رجال بسبب وجود هذا الطبقة الثانية الأساسية للقوة الثلاثة الأساسية قوة الحاكمة والقوة الدينية والقوة العامة وضمنها أيضا صراعات أخرى ممكن إذا وعد يفصل بها لاحقا لكن السؤال لماذا يتم الفصل بين الدين والدولة يعني لماذا لم يتم هذا الفصل عفوا بين الديني والدهري مثل ما حصل في المسيحية الرومانية والبيزنطية حتى نعرف السبب نحتاج إجراء يعني كما أشرت نوعا ما إلى إجراء إجراء دراسات أنثروبولوجية للشعوب المنطقة يعني على مستوى التاريخ وعلى مستوى الثقافي يعني ليست مؤهلا لهذا الأمر ولا توجد لدي رغبة حتى لأن أتعلم نفسي مؤهلا لهذا الأمر لا ليس لدي الوقت ولا النفس الطويل في إجراء بحوث من هذا النوع أنا أجري بحوث على مستوى يعني زمني قصير أما بعد ذلك لا أستطيع الاستمرار يعني لأن هدفي هو فكري عادة إنما أستثمر البحوث الموجودة وأحاول أن أستخرج منها ما أبحث عنه وإنتاج رؤى جديدة وإنتاجات استنباطات مختلفة مما جرى أو استقراءات كل ما سأفعله بالتالي هو أن أقدم أفكارا ورؤى مفتاحية لبانتظار مراجعتها وتأكيدها أو تحسينها وأيضا وفقا يعني حسب ملاحظاتكم مبدئيا أنا أرى أن مشكلة شعوب المنطقة أنها ما زالت ترفض ضرورة وجود دولة حديثة أو دولة تتحكم بالدين ولا تفصل بين الدين والدولة المشكلتنا كما أشرت أنه نحن نفصل بين الدين والدولة وعلينا أن لا نفصل علينا العكس علينا أن نفعل العكس ما حصل في العالم الغربي وأنتج الحداثة لكي نتخلص مما نحن فيه يجب أن نعيد الوصل بين الدين والدولة وجعل الدين مسيطنا عليهم من قبل الدولة أو القوة الحاكمة أو السلطة الحاكمة سواء كانت سلطة يعني ديكتاتورية أو ديمقراطية هذا موضوع مختلف لكن دائما هناك قوة حاكمة واحدة لا يمكن وهي التي تصنع وعي الجمهور الطرف الثالث يعني الطرف الثاني يجب أن يكون هو مع الجمهور يعني ضمن الجمهور وحدة من القوة التي يتشكل منها الجمهور لا أن يكون تكون طبقة منعزلة منفصلة تكون منافسة للطبقتين الأخرين الطبقة الحكام وطبقة العامة فبالتالي هذا الحل الوحيد أنا في رأيه وهذا المخطط ممكن توسيعه والتأمل فيه واستنتاج ما يلزم من تفاصيل لأنه موضوع ضخم جدا كما قلت يحتاج دراسات كبيرة هذا الأمر أنا قدم مجرد أفكار وراء مفتاحي مبدئيا أنا أرى أن شعوب المنطقة أنها ما زالت ترفض ضرورة وجود الدولة وما يتلو هذا طبعا هذا الرفض من إيمان بالقانون والتشريعات والنظام عمل المؤسسات الدولة الأخرى التي تكون تكون ضرورية ضروري وجودها بعد تأسيس هذه الدولة وتشريعاتها وإقرار تشريعاتها ودستورها هذا الرفض أنا كما أرى رفض الجمهور ومعه طبعا الطبقة الثانية طبقة الكهنة أو الرجال الدين هذا الرفض لا يعود لرغبة الطرفين الوعية إنما لأن هاتين طبقتين منغمستان في عالم مفهومي مختلف جذريا عن عالم الدهري الذي يعكمه رجال العلم والمعرفة والفلسفة والفكر والحرف وهؤلاء جميع أن ينظرون للعالم من الأسفل يعني ينظرون للعالم بدون غلالة السحر التي يرى من خلال رجال الدين هذا العالم بأكمله إنه هذه الغلالة مرفوعة وعليهم أن يتوجهون لهذا العالم مباشرة ويستمدون منه أفكارهم ويستمدون منه مناهجهم وطرق عملهم لا أن يفعل العكس كما يفعل رجل الدين المسؤول هذا العالم هو هؤلاء فقط وليس هذا العالم موجود لأنه الآلهة يعني الآلهة هي الخلقة هذا العالم مثل يهوى أو الله أو المسيح وبالحقيقة عندما ندقق بالأمور أنه هذا العالم الذي أجبر الجميع على رؤيته والفهمه خلقه رجال الدين بصراحة بالتالي الصراع حتى أرجع إلى موضوع الأساسي الذي يقول أنه هناك خلف الظاهرة الإسلامية أنها هي وليدة الصراع القديم السابق بين اليهود وبابل وآشور وروما وبيزنطة من جهه يعني بين اليهود وبابل وآشور وروما وبيزنطة هذا الصراع استمر مع الإسلام وظهر على شكل ثورات ضد الأمويين والعباسين يعني قبل اليهود قبل العرب والمسلمين كان هناك اليهود ومستمرنا في الصراع ضد الأمبراطوريات ذلك الزمان استمر هذا مع الإسلام يعني إسلام هو وريث الصراع اليهودي مع الأمبراطوريات الموجودة في ذلك الوقت ما قبل الإسلام حدود 1500 عام محمد نفسه بدليل عندما نجي هذا الصراع طبعا كما قلت تبينه الصراع مع هذه الامبراطوريات التي مثلتها الامبراطوريات البيزنطية الموجودة التي بقيت موجودة وأيضا العباسين بعد ذلك عندما دخل العنصر الفارسي وحاول أن يتسيد على الجمهور الإسلامي العربي بطريقة هذا ظهر على شكل ثورات الصراع بين الدهري والدين محمد نفسه عندما نجي تاريخ الرسول نرى ونطلع على تاريخ المنطقة قبل الرسول نرى بأنه كان جزء من الصراع اليهودي البيزنطي اللي قلت أنه الصراع الإسلامي كان هو نتيجة للصراع اليهودي البيزنطي وقبل الصراع اليهودي البابلي والآشوري لهذا حتى عندما تجي على الرسول تجد بأنه غزر مرتين في حياته وبالوقت نفسي لم يفعل شيئا مع فارس بالعكس كان يمدع العكم فارس وأيضا أقر أيدي الفطر عندما أصبح حاكما على يثر برأى الناس تحتفل بأيد نوروس قال ما هذا قال هذا قالوا هذا أيدي نوروس أو اليوم الجديد بمعنى ما أذكر شون كان يسمونه فالاسم حلو يعني ما أذكر بالضبط فقال إحنا لا إحنا أيضا نسوى عيدنا فعيد الفطر وكان سبب ابتكار هو التشبه بأيد النوروس وأيضا هو أيضا يعني كان مؤجب بكسرة وقال أنه كسرة سيدخل الجنة أكو حديث من هذا النوع وأيضا ربما أقر استمرار دفع يثرب الجزيرة فارس والحيرة وهاي مسألة راح أسوى لها حلقة خاصة لأنه اليثرب كانت يتابعة للحيرة وبالتالي كانت تدفع الجزيرة لحكومة فارس أيضا نأثر عندما نجي على القرآن نفسه نشوف أنه الرسول كان جزء من الصراع الفارسي الصراع اليهودي أو الصراع الشرقي الغربي هو أثورنا في القرآن على الكثير من الكلمات التي أصلها مندائي أو سرياني الشرقي لفظا ومعنى كما أثبت هذا عدد كبير من باحثين متخصصين باللغات القديمة هذا أيضا ممكن نشير إلى أنه هجوم أو غزوة جيش يهودي ضخم يعني كما بعد المصادر 30 ألف يهودي يعني كانوا ضمن الحرب السسانية البيزنطية بالقرن السابع بداية القرن السابع وهؤلاء تمكنوا من احتلال القدس أو إيليا في ذلك الزمان وسنة 614 ميلادية أي كان الرسول موجودا وكان في سنة الرابعة لدعوته ونجحوا في استعادة القدس وبعد ذلك إجي هرقل واستعادها سنة 626 ميلادية وطبعا هاي 614 عندما دخلوا قتلوا بحدود 30 أربعين ألف مسيحي في القدس والفرس بعد ذلك كانوا طبعا تحت راية الإمبراطورية الساسانية الفرس سلموا إيليا إلى اليهود وعدما أتى العرب لاحقا سنة 637 أو 38 عندما اهتلوا أو فتحوا القدس أيضا سمحوا لأول مرة منذ القرن الثاني ميلادي لليهود بالبقاء بالعودة إلى إيليا هذه المسألة مهمة يجب أن نفطنلها هذا يعيكد بأن هناك الصلاة بين الأمرين وليس كما يدعي رجال الدين المسلمين العرب كما أرى بالتالي يعني يبدو هذا افتراضي افتراض من عندي أرى أن العرب كان هما الأداة التي استعملها اليهود في المنطقة هنا لابد أن نسأل سؤال يعني مهم ما معنى اليهود يعني ما هو المقصود باليهود أنا أرى بأن كل شعوب المنطقة في ذلك الوقت كانوا يسمون باليهود الشعوب المنطقة ما عدا الذين يهتمون على فارس والرومان أو بيزنطة وهؤلاء يعني اليونانيين كانوا موجودين بنسبة كبيرة جدا في الشام خاصة من مناطق ساحل المتوسط النسبة كبيرة يعني نصف المجتمع كان لهم علاقة باليونان ويونان صرف يعني وحتى تركيا بيكمل الحالية الآن هي كانت دولة بين الآشوريين والمحسوبين على الدولة الآشورية القديمة ويونانيين ويونانيين فتركيا هاي دولة اجوا مجرد قبائل اتت من من صحراء أو من بادية كازاخستان ومناطق شمال خراسان وبدأوا ايضا ايضا قلت نعثر في القرآن كثير من كلمات اللي اصلها مندائي او سرياني العرب كما قلت هما عذا تستعملها اليهود في المنطقة هناك اليهود هما هؤلاء الذين يسمون عموما العرب ضمنهم يسمون اليهود العرب كان هما العراب واليهود هما سكان المدن من بلدان الأصلية او الشعوب الأصلية للمنطقة هاي التسمية هي اللي اما اليهود القح هؤلاء هم يعني هم أشبه بألاقة يعني بين اليهود البني لاوي ذولا وبين اليهود يعني عبا عن جد من نسل يعقوب هؤلاء هم يعني أشبه بالألاقة بين قريش والعرب وبقية العرب والمسلمين يعني فالعموم التسمية العامة للشعوب المنطقة الذين يقيمون في المدن ويعملون في الفلاحة مثلا هؤلاء يسمون أما نبط أو قريش أو يهود أما اليهود المتخصصين الذين يعني ينحدرون للنس اللاوي أو نس يعقوب هؤلاء يسمون باليهود العقحح أو شيء من هذا أنا أعتقد هذا التصنيف جيد وإلا أين يذهب اليهود يعني اختفوا تقريبا لا وجود لهم يعني عندما طال أيام الدولة الإموية اختفوا بشكل غريب وأيضا عندما راجع النصوص الإسلامية العاد المبكر نجد يعني التباين أو الاختلاط بين الأمرين واضح وجلية جدا هذا أيضا يفسر وجود يهود يثرب يعني هي مدينة يهودية صرف وموجود اليهود في أماكن كثيرة يعني كأنما وجودهم طبيعة في أي مكان عندما تذهب تجد يهود وتجد أشارات إلى وجود يهود يهود يثرب هما الدليل على كلامي أنه يهود يثرب ليس يهود يعني عندما يجعل اليهود المعاصرين اليهود المعاصرين أو حتى بيام الدولة العباسية لا يعتبرون يهود يثرب هما من اليهود وهذا شيء مجهول وغريب جدا طبعا هذا يهوديا بالعرف اليهودي مستحيل لأن اليهود دائما يعرفون بعضهم البعض يعني هو الشعب أو دين يهودي يعيش في مسكن لوعده دائما هم يعيشون في أحياءهم الخاصة ويعيشون قرب بعضهم البعض يعني ممكن تقول اليهود اللي يعيش في أصفهان حتى يوم من هذا في إيران هذا قبل ألف عام كان يعرف باليهودي ويعرف أخبار اليهودي الموجود في غرناطة يعرف أبا عن جد ويشوف الشجرة ويعرف عصله وفصلة وحتى أسماء جميع أجداد فهم يعرفون بعضهم جدا كيف لا يعرف بيهودي يذرب هذا دليل على أن كلمة اليهود تطلق مثل ما يطلق على العرب كل سكان المنطقة يسمى الذي يسكن في المدن يسمى يهودي الذي يسكن في البادية أو ليس داخل المدن يسمى عربي أو من العراب حتى القرآن عندما نطلع تجد يخاطب يهود يعني عندما تجد القرآن بأكمل ثلاثة اربعة اثمانين بالمئة تجد يخاطب يهود حتى أيها المؤمنون فهي هذه مسألة تثير هناك بحوث كثير في هذا المجال لكن ليس بهذا التحديد وليس بهذا الوصف الذي أطرحه أنا عموما هذا ليس موضوعي يعني بس أشير إلى أنه مثلا القرآن هو يخاطب الآخرين بأتبارهم يعني لا يخاطبهم كأن على أنهم أعراب يعني لا يخاطبهم علىهم ناس متقفين ووائين ويتحدث عن يهود وأنبياءهم وكأن المؤمنين هم يهود وثقافتهم يهودية يعني عندما أتحدث مع شخص مثلا بألوم الكمبيوتر مثلا فأنا أتحدث عن أنه البرنامج الفلاني العالم الفلاني المتخصص الفلاني بدون أن أشرح التفاصيل هذا معناه أنهم مستمعين إلي يفهمون هذا الشيء وكذلك القرآن عندما يتحدث عن بياء يعقوب ويوسف وما إلى ذلك أسماء الأنبياء الكثيرة يكررها عدة مرات المتحدث أو الله المتحدث في النص القرآني يفترض سلفا بأن المستمعين هم يفهمون هذه المصطلحات وهذه العبارات ويعرفون من هي هذه الشخصيات فبالتالي هذا يوحي بأن فرضيتي فيها شيء من الصحة الإسلام حتى وضحي بوضعك واسأل كيف حدث هذا الأمر كيف كان الإسلام هو الحل بين قطبي الصراع الذي يقوده الأول يقوده تيار رجال الدولة والثاني يقوده تيار رجال الدين الأول طبعا ليس من العرب ولا اليهود والثاني من اليهود ثم العرب العرب كما أرى أنهم تحالفوا مع كهنة اليهود وكانهم حاملة الرسالة اليهودية وسلاحها المادي لكن العرب أو العراب انقلبوا عليهم لاحقا حين انفردوا بحكم المنطقة وبالتالي لم تعرف هناك حاجة للاتكال على اليهود فبالتالي تنجرت تنحيتهم هم وكتابهم بالتعبير القرآني المحفور الإسلام هذا كما قلت كان أشبه بتسوية تسوية رومان مع اليهود حين ولدت صراع بين الرومان واليهود بزمن المسيح وقبله بحدود مائتي سنة حين ولد الصراع بينهما بعد ذلك جرى تبني المسيحية على مدى ثلاث القرون حتى وهذه المسيحية أيضا رفضت لاحقا طبعا لأنها طؤمت بطريقة رومانية وتدخل الرومان حتى أصبحت ديانة رسمية للدولة الرومانية هذا الرفض أيضا تشكل لأنها اعتبرت يعني نوع من التصالح مع الرومان تساعد الرفض بالتالي ضد هذه المسيحية مع الدعوة يعني الرفض هذه الديانة الجديدة مع الدعوة وصلت تساعد الرفض لهذه الديانة الجديدة مع الدعوة المحمدية وأسلاف القريبين على محمد طبعا ويعني إذا قلنا أنه بالقناة الرابع الميلادي جرت عدد من المؤتمرات أو المجامع أكدت على المسيحية وحددت طبيعة المسيح والله وأنه الناسوت واللاهوت وهذه القصص كلها وهذه بعد ذلك استمر الصراء لكن استمر رفض هذه مجمع الدعوة العريوسية واليعقوبية والنصورية استمر رفض التواطع مع الرومان هذا تواصل عتى زمن الرسول وأسلاف الرسول القريبين ومنهم أيضا ربما بحيرة الكاهن الراهب وأيضا ورقة ابن أوفر والسبب كما أرى بأنه لأنها لأن المسيحية الرومانية البوليسية لم تواحد الله أي الدولة يعني الله هو الدولة معنا بالنسبة لي عندما تقول الله أكبر أو الله واحد معناها الدولة واحدة لا يجوز أن تكون هناك قوة مختلفة داخل الدولة الدولة واحدة من غير ما أقول أن تكون هناك أكثر من دولة عندما يرفض الدين الإسلامي الإشراك هو معنى أنه يرفض وجود أكثر من قوة حاكمة يعني الجهة الوحيدة التي شرع العنف هي الدولة أو الله فهي نفس التسمية بالتالي ليس منطقين عندما يقول قراءة هل يمكن أن يكون هناك أكثر من الله فهو لا يعني بأنه الكون بأكمله هو الذي يحكمه أكثر من الله لكنه هو نوع من الأسقاط أو تصعيد الفكرة من الحياة البشرية إلى الكون بأكمله لكنه بالحقيقة ممكن الكون يكون بأكثر من حاكم يعني ما فيه مشكلة يعني الطائرة حتى عندما يصنعها لا يصنعها شيخص واحد ولا مهندس واحد ولا جهة واحدة عشرات جهة تتعاون فيما بينها وتصنع هذه الطائرة الدين دائما يؤكد على فكرة أنه الدين كله لله خالص ويؤكد أنه الدين الإسلامي هو دين هدف التوحيد كل شيء تحت سلطته بناء دولة أو تكوين دولة دينية أو حكم ديني أي يؤكد على انتصار الديني على الدعوات المادية الدهرية للدولة واللاحظ عبر التاريخ كان نقد معاوية كان لدهريته يعني نقد معاوية كان واضح جدا لأنه كائن دهري ووصولي ومخادع ومهادن ولديه شعرة معاوية ويصبر على الآخرين وهذا كل دليل على دهريته وهذا رفض معاوية لهذا السبب كان واضح بالخطاب الديني آنذاك حتى بعد ذلك كتب التاريخ الإسلامي أما بعض المفقهاء أو التيارات الدينية أو السلفية خاصة الحنبلية تواطئوا مع أفعال معاوية بليس حبا في معاوية إنما كان بسبب خلاف الديني مع الشيعة ليس أكثر وهذا أيضا رفض أو تقبل معاوية لم يتطور لكي يشكل تحالف كله مع الدولة بوصفها نظاما دهريا إنما بقي معاوية هو رجل يأله ما له ويعني إحنا قابلين بي بس هو لا يشكل لنا شيئا يعني النظام الديني موجود عقلية الدين موجود لكنه لا نسمح لي أن يكون ما فعله معاوية هاديا ونبراسا لنا لأنه بطريقة أو بأخرى هو محسوب على الحكام وليس الكهنة وفق هاي الرؤية الواقع النزاعات زمن ظهور إسلام المبكر وراشدي نستطيع أن نكتشف الكثير ونستطيع أيضا نفسر كثير من أخبار متناقضة والغامضة يعني حتى لو افترضنا هاي الرؤية اللي أنا راح أطرحها بها كثير من القصور والمبالغة والإسراف في التخيل وطرح الفرضيات لكن بالنتيجة احنا راح ممكن نجد كثير من التفاسير اللي تجعلنا قد تجعلنا نراجع مناهجنا ومنطلقاتنا الأساسية السابقة وأيضا طرحي هذا ليس مقدسا لكنه عموما مفيدا بطريقة أو بأخرى لأن حتى وضح أكثر ما هي التسوية اللي أتحدث عنها ووضعت تحت اسم الإسلام في منتصف العصر الأموي التسوية أصبحت كيف؟ في جعل قادة الدولة الحكام من العرب تحديدا وهذا التفسير جعل هذا الأمر يخلينا نفسر لماذا جعل الفقهة قريش قبيلة حاكمة فلم يعد هناك من الممكن أن يكون هناك حاكمة من فارس وبيزنطة ولا حتى محسوبا عليهم هذا أيضا يوضح لنا ويفسر كثير لماذا قبل الأراقيين وأهل الشام وتسعين بالمئة منهم مسيحيين بحكم الخلفاء بل أنهم انضموا إلى جيوش الفتح وحاربوا الفارس وروما وكان جزء كبير من انتصار الغزوات أو خادة الفتوح لأنهم انضموا لجيوش العربية بل كان أيضا أنه حكام الدول حكام قريش أو دولة قريش مثل هم من كبار الوزراء مثل يوحان الدمشق والجدة جدة منصور بيان معاوية كان هو وزير البلاط الأموي هذا كما قلت هو يفسر لماذا تحالفوا مع مع الحكام القريش وهم من المحسوبين على العرب لماذا؟ لأنهم ضد فارس وروما وهذا الهاجس ضد الآخرين ضد حكام الدهريين هو موجود حتى من هذا المانويين والمسيحيين تحالفوا مع المسلمين لأن دعوتهم دينية وليس دهرية فهنا القضية يجب أن نفطن إليها هذا الحال كما قلت استمر حتى يومنا هذا فما زال فقهاء السنة يرفضون التخيل غياب حاكم غير مسلم مو لأن الأغلبية ليس مسلمين بل لأن الأغلبية يجب أن يصبحوا مسلمين يعني الأغلبية الآن يجب أن يكون مسلمين لأن هناك أغلبية مسلمين لا القضية أنه يجب أن يكون مسلم وبعد ذلك الأغلبية تكون مسلمة أو لا تكون مسلمة فهذه ليست من قضايا كبيرة بدليل أن حتى القرن الرابع الهجري يعني بحدود 1100 ميلادي 1200 ميلادي تقريبا الأغلبية ليست من مسلمين في بلدان الخلافة العباسية يعني هاي الأموية بس هو المهم أنه الدين عند الله الإسلام أي أن الدولة هي دولة مسلمة ومعنى أنه الذي يقودها هو عربي أو من نسل قريش وليس من نسل خارج العرب أو القريش يعني من نسل من حكام الدهريين اللي يتمثلهم دولة فارس ودولة روما أو بيزنطة لكن السؤال هنا إنتهى الصراع أنا أقول انتهى الصراع بين الفقهاء من جهة فارس والترك لا الفقهاء من جهة الأتراك وفارس انتهى الصراع لم يعد هناك صراع بين الدين والدهري لأنه الفرس والأد والترك أصبحوا مع الزمن هم محسوبين على الإسلام وهؤلاء أصبحوا حكام لكن أصبح الصراع على الثلاثي اللي تحدث عنه أصبح صراع بين طبقة الحكام وطبقة الكهنة وطبقة العامة الطبقة الحكام أعلنوا خضوعهم لمناهج الفقهاء ومشي الأمر على هذا الحال بالتالي أصبح يبرر للحاكم أنه طاعة حتى لو سرق مال المسلمين أو جلد ظهره وهو يكشف حقيقة الصراع يعني أنه الفقه هو الذي يزكي الحاكم حتى لو سرق مال الناس وجلد ظهرهم بالتالي هي القضية هذه توضح أن هناك طبقة مختلفة عن طبقة الحكام لأن الفقه هو الذي يشرع للحاكم جلد الناس وسرقتهم شوفوا المسألة تحتاج من وجهة النظر هذه ومن هذه الزاوية فهمها بهذه الطريقة هؤلاء أيضا الحكام انتهى الصراع الرئيسي معهم بين الفقهاء والحكام أو بين الكهنة والحكام طبقة الحاكمة الصراع الرئيسي معهم انتهى لكن هذا بقى يعني نوع من الأخذ والعطاء معهم وتبادل المصالح لكنه بقى الحاكم يعني يستجدي رضا رجل الدين أو يتصارع معه في إلا يعني يتصارع معه أو يرفضه لكن أيضا ضمن أفق وسقف ديني أو مبدأ ديني مفروض عليه سواء كان مع هذا رجل الدين أو ضده لكن دائما هو المعيار والمقياس هو ديني وليس دهري فعي مسألة مهمة جدا يجب أن نوضحها الصراع من جهة الفرس والروم بين العرب أو شعوب المنطقة السامية إذا صحة التسمية أو الشرقية والشعوب المجاورة إلها من الفرس والترك انتهى واصبح صراع ثانوية ليس صراع رئيسي لأنهم خضعوا للإسلام لكن الصراع مع الروم لم ينتهي واستمر حتى يومنا هذا وعلينا أن نذكر الصراع مع الروم هو صراع فارسي رومي والآن بهذه اللحظة حتى الأيام الأخيرة كان هناك صراع بين إيران الولي الفقيه الذي يرفع الشعار الإسلامي هو مع الدول الكبرى التي تمثلها إسرائيل يعني اللي هي تحالفة مع إسرائيل فهذا الصراع هم نفسك أنا ما يقيد نفسك إنما المخطط إنما ترونه ترون هذا التحالف الثلاثي أو هذا النمط الصراع الثلاثي بين العامة الجمهور الذي انقسم بين مؤيد للمصالحة وبين مصر على الممانعة وبين الكهنة الذين مالوا بالطبع مع إيران رغم خلافهم المذهبي معهم فتشوف إنها الصراع واضح بكل تفاصيل على كل حالة هذا الصراع قمقته مستمر من أيام اليونان حتى الآن بين إيران الولي الفقيه ولاحظوا الإسم الرسمي الولي الفقيه يعني هو هذا الصراع يمثل خير التمثيل الحكم الديني الديني السلطوي السلطة الدينية اللي هو يرفض الدولة تصبح الدولة أداة من أدوات الفقيه أو أداة الدين أدوات الدين لا أن يكون هناك طبقة حكام منعزلين عن غيرهم ولا أن يكون هناك يعني الفقيه هو الدولة تابعة الطبقة الأولى اللي هي طبقة حكاء الحكام تصبح تابعة للطبقة الثانية اللي هي طبقة الفقهاء أو الكهنة وليس العكس المفروض هو العكس يعني هو فصل الدين عن الدولة بالمعنى 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 الغربي الحداثي لكن احنا اللي نحتاجه هو ليس فصل الدين عن الدولة لأنها مفصولة أصلاً عندنا احنا نحتاج ربط الدين بالدولة لكن بحيمنة الدولة على الديني وليس كما هو مشروع الولي الفقيه في إيران ومشروع داعش ومشروع القرضاوي ومشروع الأخوان كلهم مشروع أنه الدولة أو الطبقة الحاكمة هي تصبح أداة بيت الدولة وبأداة بيت مصلحة النظام بالتعبير الإيراني طبعاً هذا أيضاً إذا تلاحظون حتى نقف هذا هاجس الثلاثي الصراعات النمط الصراع الثلاثي حتى اليهود أصلاً المعاصرين يتعاطفون مع الموقف الإسلامي أو الموقف الكهنوتي الديني الإسلامي أنهم لا يتعاطفون اليهود غير الصهاينة طبعاً فهم يتعاطفون مع الجانب الشرقي أو الجانب السامي وحتى أخلاقهم وحتى تقاليتهم تقريباً نفس تقالية العرب المسلمين حالياً هنا لازم أشير لملاحظة مهمة وهي أنني لا أنفي التفاعل بين الطرفين بين فقهاء الدين ومثقفي الحكام لكن هذا تفاعل داخلي يعني التفاعل استحواذي تحايلي وليس تفاعلاً مغيراً وشمولياً يعني مثل ما نقول يعني مثل ما أقر الغزالي مثلاً استخدام المنطق والقياس نجد أن الغربي اضطر للإيمان بالمسيح لكن وفقاً لمؤتمراته أو مجامعه المعروفة مسيحياً مثل نيقيا وخلق دونيا أي بقي الحال العام كما هو عليه صراع بين عقل ديني يحول الدهري فيه إلى شريعة وفقه من جهة وعقل دهري يحول الديني فيه أو ظنه إلى قانون وقوانين وفكر وأفكار ومعارف نعود إلى جواب السؤال الأساسي الذي طرحته فيه بداية كلامه قلت يجب أن نعود إلى القحقرة لنعرف كيف حدث هذا هذا التحالف المزعوم بين رجل الدين ورجل السياسة وهنا أسأل لماذا يتحالف الحاكم مع رجل الدين في مناطق النفوذ الإسلامي الجواب أن السؤال يجب تغييره وجعله لماذا يتحاشي الحاكم العربي الصدام مع رجل الدين بل أنه حتى حين يضطر رجل الدولة لأن يغير شيئا يلجأ لرجال الدين أن يصد معه يعني حين يضطر للاصدام مع رجل الدين أو كاهن أو طبق كاهن مسيطر أو متحكم يضطر للجوء لرجال دين آخرين لتبرير تصادمه دينيا وليس تبريرا سياسيا يعني أنه دائما مبررات دينية وليس سياسية معنى أنه دائما مرجعيته للسحر وليس للواقع الدهري الاستنتاجات النهائية اللي أطرحها أولا أن جميع البحوث شرقا وغربا تناولا تاريخنا الديني والسياسي على أنه صراعات سياسية وممالكة خلفت ممالكة وصلاطين إلى يومنا هذا